الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حقيقة هناك حدث عظيم وهذا الحدث كان في شهر رمضان في هذا الشهر المبارك وهذا الحدث هو نزول جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى وكان هذا النزول وهذا اللقاء الأول الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل هذا الملك العظيم الموكل بالوحي من السماء فهو رسول الله عز وجل إلى رسله وأنبيائه من البشر النبي صلى الله عليه وسلم حاله كحال الأنبياء من قبله كيف أن الله عز وجل اصطفاهم وعصمهم الحق تبارك وتعالى من الوقوع بالشرك ومن الوقوع في الذنوب والمعاصي ولذلك نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يختلف اختلافا جذريا عن أقرانه من فتيان قريش كيف لا وقد اصطفاه الحق تبارك وتعالى لهذه النبوة وهذه الرسالة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن تحملها ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذن فهذه الأمانة العظيمة التي نزل بها جبريل من السماء عجزت السماوات على عظم خلقها وهذه الأرض المترامية الأطراف اعتذرت وامتنعت عن حمل هذه الرسالة وكذلك هذه الجبال التي ثبتت هذه الأرض أن تضطرب كذلك لا تستطيع أن تحمل هذه الرسالة ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إذن هذا الجبل الأشم لا يستطيع أن يتحمل نزول القرآن عليه فكيف بقلب النبي هذا القلب الكبير الذي وعى هذا الوحي من السماء الذي نزل به جبريل حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم نشأ نشأة صالحة وعصمه الله عز وجل من الوقوع في الشهوات ورباه الحق تبارك وتعالى على عينه فنشأ وترعرع النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الله وكلئه فقد مات والده وهو في بطن أمه ثم ماتت أمه بعد ذلك وأرضعته حليمة السعدية ثم آل أمره إلى جده عبد المطلب ثم مات جده عبد المطلب فآل أمره إلى عمه أبو طالب وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل من يتم إلى يتم فنشأ يتيما صلوات ربي وسلامه عليه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عشر حينما ذهب به عمه أبو طالب إلى الشام في قصة ذلك الراهب الذي يدعى بحيرا حينما رأى هذه السحابة وهي لا تفارق ذلك الركب ويرى ذلك الطفل حينما يمر عند الأشجار والأحجار ويرى أنها تسجد له علمة أن هذا هو النبي الذي أخبر به عيسى بن مريم وأخبر الله عز وجل به في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهذه بشارة من عيسى بن مريم لقومه من بني إسرائيل فجاء ذلك الراهب يتختل بين ذلك الركب حتى نظر إلى النبي فالتف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتم النبو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ولي أمر هذا الطفل فكلمه أبو طالب فقال أناشدك ألا تذهب به إلى الشام فإن أهل الشام والقساوس قد عرفوا أنه قد أضل زمان نبي فإن علموا وعرفوا به لعلهم يقتلونه كعادتهم في قتل الأنبياء والمرسلين فأرجعه أبو طالب إلى مكة مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء كان يسمع كلام ذلك الراهب ويقع في قلبه هذا الكلام كان يعلم أنه سيكون له شأن عظيم علم كذلك بحادثة شق الصدر حينما حصلت له وهو في دار بني سعد عند حليمة السعدية كل هذه الأحداث كانت تسقل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وقذف الله عز وجل في قلبه أنه سيكون له شأن وأنه سيكون نبي هذه الأمة ليس فقط هذه الأمة وإنما هو الرسول إلى الثقلين الجن والإنس ولذلك لما وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السابعة والثلاثون اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم قومه لا يريد أن ينظر إلى هذه الأصنام التي كانت فوق سطح الكعبة وكانت في ساحات الحرم لا يريد أن يرى إلى هذه الخمور التي تشرب إلى هذه الدفوف التي تضرب وإنما اعتزل مواطن الشرك والمعاصي والفجور والفسوق وذهب إلى جبل النور وجبل النور ما زال بهذا الاسم في مكة المكرمة وكان بها غار وهو غار حراء كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ما يكفيه من طعامه وشرابه فيتحنث ويتفكر في قلق الله تبارك وتعالى في ذلك الغار على الله عز وجل أن يهدي قلبه إلى الإسلام وأن تتحقق البشارة التي لطالما كان يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرهبان وهؤلاء القساوس الذين بشروا بخروج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بين الفينة والأخرى يذهب إلى ذلك الجبل ولا غرابة في ذلك فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كذلك يتحنث وكان يعتزل قومه كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ولا شك حقيقة أن عبادة التفكر في خلق الله تبارك وتعالى هي من أعظم العبادات والرسل كانوا كذلك كانوا يتفكرون في آلاء الله تبارك وتعالى يتفكرون في هذه السماوات الطباقة التي خلقها الحق جل وعلا ثم بعد ذلك يهديهم الحق تبارك وتعالى إلى سواء السبيل ويوحي إليهم ويصطفيهم من بين عباده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذهب إلى غار حراء بل ذكر أهل العلم أنه كان يعتكف في غار حراء في شهر رمضان ثلاثون يوما يتعبد لله تبارك وتعالى وفي تلك الليلة وتحديدا في شهر رمضان جاءه جبريل من خلفه فغطه كما جاء في حديث عروة ابن الزبير يرويه عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم فغطني أي غطه جبريل وضمه ضمة شديدة خشي على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم من الهلاك من شدة هذه الضمة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم تلع عليه قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حقيقة لنا موقف مع هذه الحادثة لماذا وجه له الخطاب جبريل وقال له اقرأ وهو يعلم أنه أمي لا يجيد الكتابة ولا القراءة صلى الله عليه وسلم والله عز وجل له حكمة في أن جعل هذا النبي العظيم أمي لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يتهم بالشعر والكهانة ولا يتهم كذلك بأنه هو الذي كتب القرآن ولذلك أراد الله عز وجل أن يعصمه من هذا الاتهام لتكون أميته دليلا قاطعا على إعجاز الله تبارك وتعالى فيه هذا النبي الذي لا يجيد القراءة والكتابة خوطب بإقرأ لا شك أن ذلك إذا كان يتوجه إلى رجل أمي فإنه من باب أولى أن يتوجه لهذه الأمة ولذلك شجع النبي صلى الله عليه وسلم العلم وشجع على امتهان المهن والحرف أقام النبي صلى الله عليه وسلم حضارة في المدينة هذه الحضارة انتقلت إلى الشام ثم إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب العربي ثم إلى أوروبا في الأندلس تحديدا تلك الحضارة الشامخة التي قامت لا شك أن الذي بذر بذرة هذه الحضارات هو محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة تعتز بأنها تكون هي أمة إقرأ إلى هنا وصلنا إلى مسك الختام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته